السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبائي؟ اليوم في حصة الرياضيات سوف نتعرف على مفهوم جديد ولكن قبل أن نبدأ سوف نقوم بمراجعة الأعداد من الواحد إلى العشرة هيا لنعد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم يا أبطال والآن لنعد على يدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة أحسنتم يا أبطال الآن سنحكي حكاية الضفضع الجائع كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك فراشات تعيش في الغابة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة فراشات وكان في هذه الغابة يعيش ضفضع لا وفي يوم من الأيام استيقظ الضفضع جائعا يريد أن يأكل أنا جائع أريد أن أكل ماذا يحب أن يأكل الضفضع يا أحبائي؟ هل يحب أن يأكل اللحوم؟ أم الأعشاب؟ أم الحشرات؟ نعم هنا يحب أن يأكل الحشرات آه إنها فراشات لذيذة هم أكل الضفضع فراشة من الفراشات فأصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة فراشات ولكن الضفضع لازال جائعا أوه أريد أن أكل فراشة أخرى هم أكل الضفضع فراشة أخرى بقي لدينا واحد اثنان ثلاثة ولكن الضفضع لازال جائعا أوه أريد أن أكل فراشة أخرى هم أكل الضفضع فراشة أخرى وبقي لدينا فراشتان واحد اثنان يا أصدقائي هل عدد الفراشات يزداد أم يقل؟ نعم إنه يقل الفراشات تنقص كانت خمسة فراشات وأصبحت اثنتين فقط ولكن الضفضع لازال جائعا هم بقي فراشتان سأكلهما هم هم أكل الضفضع الفراشتان آه الآن لقد شبعت الحمد لله سوف أذهب لأرتاح إلى اللقاء وذهب وذهب الضفضع ليرتاح انظروا لم يبقى ولا فراشة لا يوجد فراشات إذن صفر صفر لا يوجد ولا فراشة هم اليوم سنتعرف على مفهوم الطرح 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 هو عملية حسابية إشارتها هكذا خط مستقيم هذه إشارة عملية الطرح حسنا لنشاهد معا ماذا يوجد لدينا أيضا ذهب عمر إلى المتجر واشترى الحليب واحد اثنان ثلاثة أربعة اشترى عمر أربعة أربعة علب من الحليب واحد اثنان ثلاثة أربعة شرب عمر علبة واحدة كم بقي لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة أحسنتم أربعة ناقص واحد يصبح الناتج ثلاثة أربعة ثم أتى أحمد وشرب علبة أخرى كم بقي لدينا؟ واحد اثنان أحسنتم ثلاثة ناقص واحد اثنان أحسنتم يا أبطال ثم أتى ثم أتى محمد وشرب علبة أخرى ماذا بقي لدينا؟ علبة واحدة أحسنتم كانوا اثنتان وشرب محمد علبة فبقي علبة واحدة ثم أتت سلمة وشربت آخر علبة كم بقي لدينا صفر أحسنتم بقي لدينا صفر رائعين يا أبطال حسناً هذه هي إشارة الطرح وهذه إشارة المساوى حسناً والآن سوف نقوم بتكوين عملية طرح عندي هنا ورود سوف نعود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة ورود خمسة ناقص اثنان كم يصبح الناتج؟ خمسة إذا أخدت اثنان كم يبقى؟ ثلاثة أحسنتم إذن سأضع هنا واحد اثنان ثلاثة رائعين خمسة خمسة ناقص اثنان يساوي ثلاثة أحسنتم يا أبطال حسناً مرة أخرى واحد اثنان اثنان ناقص ناقص واحد إذا كان لدي حبة تاني من الفلفل وذهبت حبة يبقى لدي كم حبة؟ حبة واحدة إذن اثنان ناقص واحد يساوي واحد أحسنتم اثنان ناقص واحد يساوي واحد هذه عملية الطرح يا أحبائي هذه إشارة الطرح وهذه إشارة المساواة وفي الحصة القادمة سوف نتعلم عملية الطرح باستخدام الأعداد شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة